هو التوحيد محراب العبادة ومفتاح لأبواب السعادة وقبلة كل قلب مستقيم وأعظم ما يقر به شهادة وأعظم ما يقر به شهادة وأصحابي وإخواني وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله والأحب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التوحيد في الصلاة وما زال الحديث موصولا بفضل من الله وتوفيقه في الحديث عن استفتاحات النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا الحديث فيه حرص السلف رحمه الله تعالى على العلم وتحصيلهم له وأنهم يحبون أن يعرفوا من حال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء فجاء أبو سلمة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فعائشة تعلم من الأمور التي تكون في بيتها ما لا يعلمه الرجال حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت والرجال من الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون من الأمور ما لا تعلمه عائشة مما هو خارج البيت فسألها ماذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل بما يستفتح صلاته وهنا عندنا قاعدة فقية يقول العلماء أن ما صح فرضا صح نفلا وما صح نفلا صح فرضا قالت يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل لما اختار هؤلاء الثلاثة جبرائيل أمين الله على وحيه وهو أعظم الملائكة عليه الصلاة والسلام وميكائيل ملك القطر وإسرافيل ملك الصور النفخة فهؤلاء الثلاثة عليهم مدارات الأول قضية الوحي وتأمل في كل الثلاثة فيها الإحياء فالوحي يحيى به القلب ويحيى به الهسان على الحقيقة أو من كان ميتا فأحييناه كان ميتا في الضلالة فأحياه بماذا؟ بالوحي الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيائه فأصبح حيا بعد موت أصبح حيا بعد موت فجبريل هو الملك الموكل بهذا الوحي الذي ينزل به على من؟ على الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم وميكائيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل ملك القطر والقطر هو المطر والمطر تحيى به الأرض فإذا أنزل الله تعالى المطر على الأرض حيث بإذن الله عز وجل وإسراثيل هو ملك الصور الذي ينفخ فيقوم الناس مرة أخرى من بعد موتهم يحيون إذا كان هؤلاء الثلاثة أسباب في الحياة حياة القلب والأرض وحياة الأبدان بعد موتها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إذا هؤلاء بهذه العظمة وكلفوا بهذه الأعمال العظيمة فما قدر ربك في قلبك ربهم كفى يكون عظمته وهو أعظم منهم هم خلق من خلقه كلفوا بأمره مضوا استجابة وتوحيدا وتمجيدا له هؤلاء الثلاثة فإذا كان ربهم هو العظيم فلا تتوجه إلى العظيم فاطر السماوات والأرض خالقها منشئها على غير مثال هساب هو الذي أنشأها جل وعلا عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب الذي أنت فيه وتغيبه عن الناس ولا يعلمونه ولكن ربي يعلمه ويعلم الشهادة الذي يشاهده الناس ويحضرونه فلا يخفى على الله من أمرك شيء لا يخفى على الله من أمرك شيء ولا يخفى على الله من أمر الخلق شيء لا الذي يظهر ولا الذي يخفى أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون حكم القصط العادل جل وعلا الذين يختلفون هو الذي يحكم بينهم ربي جل وعلا وهنا اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قمة الفقر والذل لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء ويقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنا وأنت أحوج إلى هذا التضرع أنا وأنت أحوج إلى هذا الافتقار الافتقار علامة التوحيد الافتقار علامة الغنى لله عز وجل والحاجة منك إلى الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فأنت هنا الآن تستشعر فقرك وغين الله عنك تستشعر حاجتك وعز الله عنك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إذن القضية خطيرة القضية ماذا خطيرة القضية صعبة القضية ليست قضية فقط شيء تحتاج تختار يمين لا تحتاج إلى توفيق من الله طيب قد يقول الإنسان كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الهداية وموتدي نقول أن الاستمرار في طلب الهداية مآلها كأنك تقول اللهم ثبتني على هذه الهداية التي هديتني كما يقول الله عزيزي يا أيها الذين آمنوا آمنوا هو نداهم بالإيمان ثم يقول آمنوا ثبتوا على إيمانكم أنت تقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستغيم طيب أنت تصل كما يأتي معنا في الفاتحة فتطلب الثبات على هذا الصراط فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم الصراط المستقيم هو التوحيد والاختلاف هو على التوحيد فهنا الآن تطلب أنت أن الله تعالى يهديك لمختلف فيه فتثبت على التوحيد فتلمس مواطن التوحيد في مثل هذه الأدعية أسأل الله تعالى أن يهديني وياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأن يدلنا على التوحيد ويثبتنا عليه وعلموا أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر